اهلا بحضرانكم بعد الفاصل مهانس الشام عازمي انت من المصريين القلائل اللي دخلت الفيفا فهل هقول ايه دي ضربة حظ ولا انت كنت مخطط لها ولا كان فيه مساعدة من الاخرين لتواجدك داخل الفيفا هو دايما بقول ان ربنا دايما بيفتح مجال وبيترك الانسان ويديه الاختيارات كأس العالم 17 سنة كان هو البداية اللي اقيم في مصر اربع مجموعات باربع محافظات انما عشان ندي كل دي حقه حقه القامة الكبيرة كابتن ابراهيم جويني كان هو صاحب طلت تنظيم كأس العالم 17 سنة في مصر وكان عود مجلس ادارة معنا في اتحاد الكورة وكلفت ان انا اشتغل معه مين كان اسم مجلس ادارة ساعتها اللي هو حرب اللي هو حرب ربنا يديله الصحة والعافية وكلفت وقتها ان اتولى اعداد الملف اللي هيتقدم للفيفا وفعلا اعدادته من خلال بعض الكوادر المميزة جدا سواء في المكتب عندي او عن طريق شركة السعدي محمد السعدي مين اللي دول اللي كانت دخلة معنا في التنظيم كان دخلة نيوزيلاندا نيوزيلاندا فقط وعملنا ملف قوي جدا وراح وافد برياسة دكتور عب ملع مامارة واللي هو حرب وكابتنجويني واعرض من ملف اول ما اتعرض الملف جالي تشارلز ديمسي اللي هو عضو بمكتب تنفيذ الاتحاد دولي نيوزيلاندي اللي هو كان عنده في ضيحة ألمانيا رشاول بتاعة ألمانيا وجالي قال لي احنا حننسحب لان مصر هي قادرة على تنظيم كأسلان فكلفت ان انا اتابع استعدادات مصر والامور التنظيمية والاستعداد هنا كمنسق عامل البطولة من قبل الاتحاد المصري وجي الاتحاد الدولي ونظمنا بطولة مميزة حظية اقبال جماهيري يعتبر اكبر في بطولة كأس العالم 17 سنة ووفقنا ان احنا نطور استعداد بورسعيد والاسماعيلية والقاهرة والاسكندرية وكانت مجموعات قوية وفيها كرة عالية جدا وكان مولد نجوم كتيرة جدا للعالم رونالدينو كان اول مرة يلعب في مصر يعني مجموعة يعني انا عاوز قول رونالدينو ان مصر ليها فضلة عليك طبعا وكسل عالم اياك تنكر ايوة هو اصلا كان زي العيب كرة الشراب لا 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 العيب انا شاف من اعظم عيب اللي جدت على في تاريخ الكرة العالمية كلها فحتى وقت كسل عالم ده فوجئت كان عندنا دايما يومين راحة اه لقيت هفلانش كان رئيس اتحاد الدولي ايوة وكان مع بلاتر كان سكرتير قال لي احنا عندنا يومين اجازة ممكن تيجي معنا قلتول اجي فين قلتول انا عندي شغل بقى كنت طالعا مسكندرية طالع على بورسعيد بالعربية لا حق الماتش الاولانية ولا حق الماتش التانية هناك يعني انت كنت عاوز هيلي كوبتر بقى عشان تلف انا كنت بنام اتناشر بالليل او واحدة بالليل لانه هما بتوعل فيه فيجيوا بالليل تعالى نصهر نصهر فين والصبح الساعة سبعة الصبح في اجتماعات فكنت دوامة اه طالعا قلت ما جاء لي تعالى يومين رايق طالعا يومين ايه قال لي تعالى خد طيارة الخاصة بتاعته اه نزلنا على بيروت قابلنا الحريري هناك اه وعملنا اجتماعاتنا الاتحاد اللبناني نزلنا من بيروت على عمان استقبلنا جلالة الملك الحسين كان رئيس الاتحاد لا الملك عبدالله كان رئيس الاتحاد كان ملك عبدالله كان رئيس الاتحاد مزبور ونزلنا هناك وقابلنا ورجعت تاني طب كانت الزر دي سببها ايه مفيش ديارة ودية فانية كده بس ايه عشان هما عايزين يوطدوا العلاقات بالشرق الاوسط اكتر وفلانش ده شخصية كان ممتازة ورائعة يعني شوف يا اخي كرة سياسة اه ففعلا فخلصنا الكلام ده خلص كاس العالم جالي جوابات شك من فيفا وعينوني عدوا لجنة مسابقات الناشئين على طول بقى على طول ان اي واحد بيخرج بيخرج كمنسق عام لبطولة نجحت ينضم اوتوماتيكين لمدة سنة يعني هما بعملوا الكوادر من خلال الدول اللي بتنظم البطولات اعطت في اللجنة دي فترة طويلة جدا حتى جددوها لي مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لغاية لما دخلنا بعد كده فيه كمنسق عام لبطولة كاس العالم منسق عام يعني انت بتتولى مندوب عن سكرتير عام الاتحاد الدولي في كذا في كؤوس العالم رحت بعد كده كؤوس عالم كتيرة جدا تحت سبعتاشر تحت واحد وعشرين حاجات الشبابي بعدين امريكا أربعة وتسعين رحت كعضو مهام خاصة عشان ده في كاس العالم الكبار أربعة وتسعين عشان أتعرف على السلالات أربعة وتسعين عشان مجين طبقة سبعة وتسعين في مصر عشان كده خلوك ماسك لجنة المهام الخاصة بالنسبة للفيفا للفيفا مسكت بعد كده تمانية وتسعين منسق عام في مجموعة مومبيلي وبعد كده خلصت تمانية وتسعين دخلنا بقى في بطولات مثلا كرة قرى النسائية منسق عام في أمريكا شيكاغو نيجيريا ماليزيا نيوزيلندا هل كان ليك دور في مشروع الهدف نزلت بعد كده دخلنا بقى في كوريا والهيبان اللي هي كمشروع الهدف عشان عندي خلفية هندسية ده مع مالديني مدرب في إيطاليا ومدرب في فرنسا تقنية وتسعين وكان شخصية جميلة جدا وهادي ومنظم جدا ومع ميشيل بلاتيني في صداقة بينه وبينه لأنه كان جلعب في ماتش إزالة أثار العدوان الزلزال في مصر وإذا كان في دانسكة حديدة سكة حديدة درجة أمنا كنت بلعب الماتش ده أيوة ودراعي لف في الناحية التانية فبلاتيني فيك علاقة طيبة معاه بغد النظر عن الأمور اللي هي خاصة لزهر دي استلع براءة بعد كده طبعا قططت علاقاتي مع الناس دي كلها لأنه ده في مومبلييه في تنظيم الماتش قبل نزول الفرق كلها كانت مجموعة حلوة لكن أرجع وأقول أن اللغة هي أساس كل شيء اللغة والأسلوب التنظيم يجي لك من اللغة اللغة معك لغة تعمل كل حاجة يعني حضرتك كما تنزل مثلا تمسك مجموعة زي مومبلييه بيجي جماعية أو أي مجموعة تبقى منسق عام بتنزل معك سبعة من الفيفا واحد مسؤول للحكام واحد عن الطب واحد معرفش إيه اللجنة التنظيمية بتاعت الفيفا اللي هي المطبخ بتاع البطولة انت بتروح قبلها بيومين تلاتة توضى بالمكاتب يجي لك كنتينيرات تحط الفايلينج وديها مع هابا لانش وتعمل زيارات مستشفيات زيارات مستشفيات ملعاب التدريب المركز الطبي كل الكلام ده تمهد له قبل وصول الوفد الفيفا ووفد الفيفا بتبقى مسؤول عن البرنامج الزمي بتاعهم الأول ما يوصلوا لغاية ما يغادروا البطولة فلازم عندك الكاليبر أو الإمكانيات الإدارية وتبقى ملم بالكمبيوتر تقدر تنفذ الكلام ده وتحطه على الكمبيوتر يبقى صغال بالساعة وديها أنا ناحية الهندسية بعد قلتني إيه بالدية أو الثانية إنما ده هذا لا يمنع إن بقت فيه علاقات إنسانية مع الناس اللي هي موجودين في البلد إزاي وفد الفيفا ده بيروح مثلا يتعشف حتة يشوف الأولاد اللي ما عندهش إمكانية هي علاقات عامة كمان ما عندهمش إمكانية يروحوا تشوفه ماتشات تديروا تسكرة ماتش الولد اللي هو شغال عندك شغال في المطعم ولا حاجة بيبقى شالك فوق دماغه لأن الشباب الصغار اللي عندهمش كمانية أما تنزل نيجيريا تعرفت إن فيه مثلا مركز رعاية اللي هو المعاقين يعني حالات إنسانية كمان تاخدهم المعاقين إنسانيا زهنيا ولا طبيا أخذ وفد الفيفا أروح أزورهم أجيب لهم تيشيرتات الفيفا يقولوا ما معاش إمكانيات فأخد فلوس من المجموعة الوافة الفيفا أتبرع لهم عشان دعم الأولاد دي ناخد لهم أوتوبيس ناخدهم يتفرجوا على الماتش بلتر يقول لي إيه دا قلهم دول معاقين ونزلهم الحاجات دي مشاريب بنفسنا بلتر قال لي إيه دا دول مين دول جابهم إزاي تقول دول مجموعة عفشقين معاقين حسين إن إحنا دليه دور اجتماعي وإنساني مع الفيفا يقول لي عملتوا إيه تقولوا جمعنا لهم حوالي ألف دولار من وفد الفيفا وكان معا الحاج مصطفى كامل محمود في المجموعة دي قال لي ألف دولار ليه تعمل كده قلتوا لي أنا عايز إيه قال لي أدي شيك بعشر تلاف دولار تروح توديه لهم بك دا مين اللي كان بيقولك كده بقى بلتر بلتر نفس قال لي زي ألف بس أدي عشر تلاف دولار من الفيفا تخش تدعم المعاقين ذهنيا فبتخلق دور إنساني لوجودك مع الناس دي طبعا طبعا فلازم وبعدين أنت إيه أنت صورة لبلدك مش عاوز أكلام أنت صورة لبلدك فدخلت في المهام الخاصة سافرت باهامز أنتيجوا جرنادا موريتانيا فلسطين غزة رمالة الأوتس الأردن عشان إنشاء مقر الاتحاد تلفيت العالم عندي 58 دولة تلفيت العالم من خلال حراست مرمى نادي الزمالك نادي هليوبلس نادي هليوبلس طيران والزمالك ومنتخب مصر والجامعات والجامعات فدي إيه بتحس حضرتك أن ربنا بديك فرصة أن يعمل حاجة وأنهم بتحترم الإنسان قدامك بتخلق صدقات بتستمر الصدقات لغاية النهاردة أما بينزلي بوست هلاقي واحد بعيدتلي من من جدر ريليون مبارع والله بعيدتلي واحد اسماعيل لوكاتو بيقول لي فين الأيام الحلوة دي طيب أنت شايف مشروع الهدف كان ليه رد فعل مع بعض الدول الدول الأفريقية والدول الأسوية مؤكد مؤكد طبعاً ما يدي لك مليون دولار بس المهم يبقى فيه إشراف فعلي على المليون دولار أنت عندنا هنا مشروع الهدف نجح أنا مش شايف أي عندنا ممادي حلوة ومكان حلو إزاي بتستغل لها معسكرات المنتخبات لازم تبقى فيها لقاءات النشائين اللي لازم تبقى فيها ملاعب التدريب اللي لازم تبقى فيها تجمعات المنتخبات أنت بتسمع بس كده فيه مشروع هادو آه شفته دكتور معمول مشروع هايل لا لا بس هو لازم تستفيد ده استثمارة حط والفيفة حط تطلق مليون دولار طب إزاي تقدر تشغاله إزاي تعمل دورات المدربين فيه الحكام فيه الإقداريين فيه يعني يعني فلسطين عما معلناها نعم يعني حاجة جميلة ما تروح للقدس ولا تروح رمالة ولا تروح غزة يعني بتحس إنك أنت بتعمل حاجة الناس محتاجة محتاجة الدعم طب أنت شايف إن مصر لازم تكون مجهزة أو البديل لأي دولة إفريقية مش قادرة تعمل بطولة مثلا تنظيم أمم إفريقية أو تنظيم كاس عالم للنشئين أو 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 إن مصر مجهزة للكلام ده هي مجهزة مجهزة لما تحطها في المكان المناسب وتديها التدريب المناسب في عندك قامات نجحت في كل التنظيمات اللي أنت خدتها في عندك بنية تحتية تتخطى أي بنية تحتية في إفريقيا باستثناء جنوب إفريقيا والمغرب دلوقتي على الطريق السليم بدأت تتطور ملعبها الملعب فاك الملعب فاك المصطفى زمان كنا نرم ملعب شكلا ده الواحد كان بيطلع دم من أي رمية لا أنت كنت بتغريمي ملعب شكرا ملعب شكرا